دكتور جمال وحضرتك أستاذ في العلوم السياسية كيف تقيم التحركات المصرية السياسية خلال التصعيد الحالي؟ مصر بتبزل كل ما في وسعها لنصرة القضية الفلسطينية والإنهاء الأزمة الحالية يعني بدءا من التحركات السياسية منذ بداية أزمة غزة في 7 أكتوبر حتى يومين هذا كل الأنظار بتتجه إلى مصر لإيجاد حل لهذه الأزمة الدول التي هي مخلصة بالفعل تريد إيجاد حل لهذه الأزمة حتى الدول المنحازة لإسرائيل حتى الدول التي تتبنى الرواية الإسرائيلية يعني لا يفوتها أن تضع مصر في جملة مفيدة يعني بالطبع يعني وكان ده بكل تأكيد يكون ليه إنعكسات على ثقل مصر السياسي في الخير بالطبع يعني سواء كنا نتحدث عن إيجاد حل الوقف في إطلاق النار من الدول التي لديها إنصاف في نظر إلى الأزمة أو حتى الدول التي يعني بتنحزل إسرائيل إنحياس كامل بتجد في مصر هي يعني منفذ لفكرة يعني في مرحلة ما بعد الأزمة طبعا لا نريد أن نصدق الأحداث مرحلة ما بعد الأزمة سوف تنتهي يعني لا محالة لكن كيف ستنتهي إسرائيل بتراهن على إن انتهي الأزمة بلا مقاومة وأنا أقول أنه طالما وجود احتلال سوف تكون هناك مقاومة سواء شئنا أم أبينا سواء يعني رغم أن في هؤلاء سوف تكون هناك مقاومة حتى وإن غابة حماس سوف تكون هناك تتولد مقاومة غير حماس لكن طالما هناك يعني تعود المقاومة مرة أخرى بالحجارة تعود المقاومة مرة أخرى بالحجارة كما كانت انتفاضة الضفة وكانت هذه أحداثة يعني تحركا للقضية الفلسطينية على الساحة على المستوى أيضا على المستوى السياسي يعني التحركات المصرية التي يعني الصلاة التي يعني شبه يومية من معظم قادة العالم ومن الأمين العام للأمم المتحدة حتى من الرئيس جو بايدن الذي هو منحاز لإسرائيل بدأ يتفاهم بشكل ما أو بآخر وجهة النظر المصرية مبارح سمعنا تصريح من وزير الخارجية لا أقول وزير الخارجية الولايات المتحدة وزير الخارجية الصهي أمريكا بلينكين الذي يتحدث عن ضرورة عدم بقاء إسرائيل في غزة وهذا تغير تكتيك في الرؤى الأمريكية كان الحديث كله عن أن تركوا إسرائيل تفعل ما تشاء لكن أجو بايدن أيضا صرح بأن بقاء إسرائيل في غزة يعني هو خطأ هذا ليس حبا في غزة أو حبا في قطاع غزة هو فقط لحماية قوات الاحتلال من غزة لأن طبعا غزة كانت أيضا تحت احتلال إسرائيلي وخرجت منها إسرائيل في 2005 فكك شارون المستوطنات فيها وخرج وبنى السياج العازل بين غزة وبين المستوطنات الإسرائيلية